هذا وتحتفل الإدارة العامة للمرور بأسبوع المرور في شهر مارس من كل عام وذلك في إطار جهودها لتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية في ببلكة البحرين تحتفل الإدارة العامة للمرور بأسبوع المرور الذي يقام في مارس من كل عام حيث تأتي هذه المناسبة لتؤكد مدى أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية التي وضعت من أجل الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات مما يجسد المعنى الحقيقي للشراكة بين الجميع لتحقيق هذه الغاية الإدارة العامة للمرور أعدت خطة إعلامية متكاملة تزامنا مع أسبوع المرور 2021 عن بعد نظرا للظروف والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا يهدف أسبوع المرور 2021 هذا العام على إيصال رسائل توعوية أساسية للحد من المخالفات والحوادث المرورية ومسبباتها وإشراك الشباب من خلال مسابقة أفضل إعلان توعوي وملتقى فني لتقييم الرسومات التي شارك فيها الأطفال في أسبوع المرور من خلال أكثر من 25 فنان من مختلف أنحاء العالم وراح يكون الملتقى عن بعد إن شاء الله وأيضا سيتم تدشين حملة في لحظة بالشراكة مع بنك البحرين الوطني على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحف للحفاظ على أرواح الشباب اللي هم ثروة الوطن والمستقبل وفي السياق ذاته تدشن الإدارة العامة للمرور حملتها التوعوية تزامنا مع أسبوع المرور بالتعاون مع بنك البحرين الوطني تحت شعار في لحظة سعيا لرفع معدلات السلامة المرورية ورفع الوعي لدى مستخدمي الطريق مبغرب على أي مؤسسة وطنية تاخذ على عتقها المسؤولية الاجتماعية نشر الوعي زيادة الوعي بالنسبة حق الأمن والسلامة بالنسبة بالذات حق فئة الشباب اللي هم لبنة المستقبل ورؤية عشرين ثلاثين مبنية على هذه الرؤية على هذه العنصر الشبابي البحث يعني فكان لابد من عندنا إحنا كما نقول إن إحنا بنك مسؤول مسؤوليتنا الاجتماعية إن إحنا نساهم في نشر هذه الوعي ندعم بإنه يكون عندنا خلنا نقول فيديوات ومنشورات ونوع كبير من العمليات خلنا نقول التوعوية والبرامج التثقيفية لأن إحنا ننشر الوعي ويكون للوعي هذا يكون لمردود إيجابي بإذن الله سبحانه وتعالى على الأحصائيات التي تكون موجودة وبهالطريقة يكون إحنا خدمنا المجتمع في نشر ثقافة في أمن وسلامة وفي خلنا نقول تغذية عقلية لكل ما تمد له خلنا نقول هذه المخاطر لساعات هنا ما نحسبها ولا نشوفها ونوتع لها وأيضا الإحساس برجل الأمن إن رجل الأمن الموجود هنا ورجل المرور هو في المصاف الأول والأخير يعني ياخذ على عاتقها أو تاخذ على عاتقها أمن وسلامة المواطن نفسه وكل من يقيم على هذه الأرض تعد السلامة المرورية مسؤولية الجميع فاحترام القواعد والأنظمة المرورية أمر في غاية الأهمية للوقاية من الحوادث وتأمين السلامة العامة أحب أشكر الإدارة العامة للمرور على كل الجهود اللي يقومون بهاليل نهار معانا وبالذات الشيء الحلو المسوينا الحكومة الإلكترونية أو الخدمات الإلكترونية ويتشايزين حتى الموعدة الحين فيه أبليكيشن أونلاين ويوفر عليك ويتوقت نشكر حكومة البحرين ووزارة الداخلية على النظام الإلكتروني الجديد اللي ساعد في تخفيف العبء أولاً على المواطنين وفي كسب الوقت في إنجاز كل المعاملات المرورية مثل التسجيل مثل المخالفات مثل أخذ المواعيد التشيك والفحص تبحث على مخالفات الإلكترونية والجديد الإلكتروني جهود مثمرة تبذلها الإدارة العامة للمرور لتعزيز مفاهيم مستخدمي الطريق باتباع الإرشادات المرورية وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين باعتبارهم جميعاً جزءاً لا يتجزأ من منظومة السلامة المرورية